سيدات والسادة أهلا بكم في هذا الحدث الهام بمناسبة انطلاق مهرجان العالمين الذي يعد أكبر حدث ترفيه في مصر والشرق الأوسط على أرض تلك المدينة العالمية الواعدة إحدى ثمار الجمهورية الجديدة على دفاف البحر الأبيض المتوسط والتي تؤكد أن لا وجود لكلمة مستحيل في قموس المصريين وأود أن أعبر عن سعادتي الكبيرة بمشاركة وزارة الثقافة في هذا الحدث الضخم وغير المسبوق وهو مهرجان العالمين الذي يعتبر حدث صور قوة مصر الناعمة القوة التي تمكنت مصر من خلالها من الدخول لكل بيت عربي من المحيط للخليج وستظل الثقافة المصرية هي كلمة السر التي تتيح لمصر استكمال مسيرتها الحضارية وبناء جمهوريتها الجديدة بثقة وثبات الحضور الكريم أن مهرجان العالمين يمثل مناسبة استثنائية غير مسبوقة فهو يجمع بين الترفيه والثقافة والفن والرياضة والسياحة في إطار واحد ويمثل نموذجا لتعاون قطاعات ومؤسسات الدولة المختلفة للخروج بحدث غير مسبوق من المنتظر أن يستقدب مليون زائر من داخل مصر وخارجها ليشهدوا الفعاليات الثقافية والفنية التي تنير سماء هذا الحدث المبهر وتجعل من تجربة الحضور تجربة مليئة بالتعلم والترفيه وقد حرسنا كوزارة ثقافة على أن يضم المهرجان العديد من الفعاليات والعروض التي تعكس تنوع الثقافات وتعزز التواصل والتفاهم المشترك ونحن نسع جاهدين لتقديم محتوى ذو جودة عالية وإبهار للحضور بما نقدمه فنحن نؤمن بهمية الثقافة والفن في بناء المجتمع وتعزيز التفاهم والترابط لذا نأمل أن تستمتعوا بكل لحظة في هذا المهرجان الذي يمثل فرصة ثمينة لاستعراض ريادة مصر الفنية والثقافية حيث يمثل هذا المهرجان التنوع والإبهار في تقديم الفعاليات في أضخم حدث بالشرق الأوسط على مدار الموسم الصيفي على أرض هذه المدينة الساحرة التي أولدت عملاقة في قلب منطقة لها تاريخ طويل وممتد في الوقت نفسي من المنتظر أن يشارك في هذا المهرجان أفضل الفنانين والموسيقيين والمبدعين في شتى المجالات مما يجعله فرصة للاحتفال بروح الإبداع والتميز في مدينة العالمين الجديدة إننا في انتظار ما سيقدمه هذا المهرجان الوليد من إبداع في جميع المجالات وبهذه المناسبة أود أن أهنئ جميع الفنانين والمبدعين المشاركين في مهرجان العالمين وأتمنى لهم التوفيق والنجاح في هذا المهرجان الرائع وشكرا لكم جميعا على حضوركم ودعمكم لمهرجان العالمين ونتطلع إلى استمرار هذا التواصل الرائع بين وزارة الثقافة وجمهورنا العزيز شكرا شكرا